بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنسا امل من قناة جرافيك زينا. من اليوم ده ان شاء الله هشرح عمر مهم من اوامر الاوتوكاد. وامر ده خاص بالدايمينشن. انا لو جيت عملت الدايمينشن. بالخطوط اللي موجودة عندي دي. تمام? اهو. اقول لكم تانيو. بالشكل ده كده. وخرجت من القمر. وعملت الدايمينشن تاني. من الاول الاخرى كده. اي رسمة او اي خطوط انا بعمل لها طيب. اللي حستو هنا ان الدايمينشن هنا صغير زي ما احنا شايفين كده? اهو. ديمينشن عندي ظاهر صغير. طب انا عايزة اكبر الدايمينشن ده. في طريقة انا شرحتها قبل كده. ودي هحط لكم الرابط في اعلى يسار الشاشة من فوق. وهنكلم النهاردة عن الطريقة التانية. الطريقة التانية انا هيجي احدد الدايمينشن بتاني كله بالشكل ده. واروح على وافتح السهم ده كده. وعندي هنا ديمينشن هاجي افتح السهم هنا. بدل ما هو انا هخليه تمام? وبعد كده هروح على من تحت هنا. واختار بقى حط صح جنب اهي. وانوتيشن التلاتة دول. ظهروا لي هنا تحت اهو. في المينيو اللي تحت اللي شايفينها دي. ظهر لي تحت. طيب. انا هاجي بقى بعد كده اغير الاسكيل. عندي الاسكيل هنا واحد لاتنين. لو انا فتحت السهم ده كده. واحد لاتنين. طيب انا لو عملته واحد لعشرة. اهو. كبر. طيب. لو انا فتحت السهم تاني وعملته واحد لتلاتين. ظهر اكتر. يبقى عن طريق هنا اهو ان انا ممكن اصغر او اقبر. ممكن اقوله واحد واحد. عمله صغير قوي زي ما احنا شايفين كده. هنرجع تاني نقوله واحد مسلا لاشري. لباحنا النهاردة اتعلمنا ازاي ان احنا نكبر او نظهر في برنامج عن طريق بكده انا خلاص الدرس بتاعنا النهاردة. يا رب تكونوا استفدتم منه. ازا استفدتم منه ما تنسوش تفعيل الجرس. علشان يوصلك كل دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.